من الأحاديث الموضوعة بعض الأحاديث بيتم تداولها في الشارع وبيستخدمها العامة مثل يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم سترة من الله عز وجل عليهم هذا الحديث يصنف كحديث موضوع أم هو حديث صحيح؟ هو في الواقع الحديث ده ذكره بعض أصحاب الكتب مثل الطبراني والسخاوي ومن الأحاديث اللي شاعت حتى واحد يجي يقول للواحد قلنا بتدعيه لفلان قول يا محمد يا ابن فاطمة يا ابن من السكين ما يقولش بالنسبة لأبو قال يعني عشان سترة عليهم ربما ما يكونش هو ابن لكن هذا خطأ غير صحيح وحديث غير صحيح إنما السابت واللي أذكر البخاري وغيره أن الناس يدعون بآبائهم يعني يوم القيامة ندعى بأسماء أبائنا وليس أسماء أمهاتنا ليس بأسماء الأمهات أبدا حتى في الحديث يقول لك إذا جمع الله الأولين وقالوا يقولوا هذه غدرة فلان ابن فلان نص الحديث ابن فلان وليس ابن فلان فهذا من الأحاديث التي جرت على ألسنة العامة والناس وقلون إن الناس يدعون بأسماء أمهاتهم سترا عليهم لا ليس يدعون بأسماء أمهاتهم وإنما يدعون بأسماء آبائهم يعني الثابت في الأمر حتى مفهوم الحديث نفسه خطأ خطأ غير صحيح نعم طيب من هذا الحديث يعني ونحن نتحدث في مفهوم أحاديث الفتنة أخذ عليه قواعد كتيرة بقى ناس بتتعامل إنه زي ما حضرتك ذكرت مثلا ننادي فلان ده إحنا يوم القيامة هنتنادى بأسماء أمهاتنا بدأ يتداخل اسم الأم في أقوال للعامة كثيرة جدا استنادا على هذا الحديث فنحن نتحدث اليوم أنه غير صحيح وأصله غير صحيح نغلق أبواب أخرى في أقوال أخرى خاصة بذكره الأم في تفاصيل كثيرة في الحياة اليومية بلا شك لأننا لابد أن نتبع الهدي النبوي الذي بيّنه لنا الإسلام وبيّنته لنا السنة الصحيح لكن هذا التغيير لألفاظ الحديث أو هذا الوهم بأن يوم القيامة ومن أين جاءك أنهم يدعون بأمهاتهم وأين الوحي الذي جاء لمن قال هذا القول أنهم يدعون بأمهاتهم لا مستند له ولا أصل له وهو من الحديث الموضوع التي لا أساس لها من الصحة بل التي قد تزيد الأمر سوءا في علاقات الناس أو في فهم الناس لأوضاع الناس لكن هو الوضع السائد والذي أقره الإسلام وأقره الرسول يقالوا هذه غدرة فلان ابن فلان وفي نص على حديث الصحيحة ابن فلان وليس ابن فلان ترجمة نانسي قنقر